مناقشة هذا الموضوع يحضر معي في الفلاتو كل من السيدة ساميرا كركوش نائبة عن حزب الألفالان أهلا بك سيدتي ونجيب بيطام محامي أهلا بك سيدتي أهلا وسهلا والبداية بك سيدة كركوش إذن الوزير الأول يفعل أو يقرر مخطط إنذار وطني مجبهة ظاهرة اختطاف الأطفال أكيد أنك تطلعت عليه تقييمك الأولي لهذا المخطط أولا صباح الخير لك سيدتي وصباح الخير لأستاذنا ولكل متتدقي قناة النهار في هذا المخطط والقرار الذي جاء به سيد رئيس الحكومة نثمنه لأنه القضية أسمحت قضية ترعي عام مطلب شعبي عانى الشعب الجزائري الكثير من هذه الظاهرة الغريبة عنها إذن كما قلت نثمم هذه المبادرة لكن هذه المبادرة لازم تكون تقنينها تقنينها عن طريق قوانين قوانين خاصة تفعيل القانون اللي راهوا الآن على مستوى وزارة العدل واللي يهتم باليقظة كذلك أن التقليص في هذه المبادرة بالذات في هذا المخطط تجاه التبليغ يكون لكن الهيئات المعنية تقوم بعملها بعد 24 ساعة أنا من رأيي الخاص أن 24 ساعة يقوم بوقت كبير يقدر يتم قتلهم يقدر يتم أشياء كثيرة تقدر تصير في 24 ساعة ولذلك نطلب منه أنه تكون كذلك قانون آخر لتقليص هذه المدة كذلك أن يكون يشراك كل الهيئات المعنية وكذلك أن يكون التكفل الحقيقي على مستوى الجزائر العميقة لأن المتورطين في هذه الأفعال العمليات وبعد التحريات تحريات الأم تكشف دائما هما أشخاص غير عاديين هما أشخاص عنوم العنف هما أشخاص ما زالوا رفدين يعني أثار نعم عروض نفسية أعراض للإرهاب يعني أعراض أطفال كانوا متشردين السيدات يعني كانوا يربيوا الأيتام ثم يعني ما عندهمش إذن هذا كل لازم تكون استراتيجية واضحة تشارك فيها قطاعات مختصة قطاع التضامن قطاع الشباب والرياضة نعم على المستوى المحلي يعني هالاستراتيجية ما تمسش فقط الولايات الكبرى لكن هذه المشائل دائما تحصل في القرى والمداشر وين لازم يكون تكفل الاجتماعي يكون تضامن حقيقي يكون أطباء مختصين نفسيا على مستوى المراكز الصحية الجوارية لمستوى مؤسسات الشباب على مستوى نعود نرجع إلى الأسستانت سوسيال على مستوى البلدية لأن الأماكن النائية والبلدية النائية المرأة والشباب اللي يعاني من مشاكل يروح للأسستانت سوسيال ولذا حتى يكون تجانس وتوافق بين القاعدة والقمة نعم أنتقل إلى سيد نجيب بيطام قراءتكم ربما القانونية سيدي لهذا المخطط بسم الله الرحمن الرحيم أولاً هذا المخطط جاء استجابة لتطلعات الشعب يعني المواطنين ليس فقط من عائلات الضحايا وإنما من كافة أطياف المجتمع الجزائري ولا أدل على ذلك آخر المظاهرات التي أعقبت دفن المرحومة نهال المظاهرات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن الملاحظة فقط أنه هذا المخطط حسما ورد في تقريركم أنه السيد الوزير الأول دولة الوزير الأول كان قد أرسل تعليماته إلى القطاعات الوزارة المختصة خلال شهر جنوبي يعني قبل هذه المظاهرات الأخيرة اللي عرفتها عدة ولايات في الوطن واستغرق هذه التعليمات طبيعتها تستغرق وقت باش يهيئ هذا المخطط لأنه تعمل في هذا المخطط عدة قطاعات وعدة هيئات الملاحظة في هذا المخطط هو إشراك عدة قطاعات وهيئات لم يكن لها دور في السابق في عملية الإنذار المسبق وفي إجراءات البحث والتحري في حالات الاختفاء أو الاختطاف هذه القطاعات بالدرجة الأولى قطاع الإعلام قطاع الإعلام الآن سيكون ربما سيكون له دور فعال وكبير بتعليمات من نيابة العامة لأن هذا المخطط هذا يعمل به تحت إشراف ووصاية السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في شخص وكيل جمهورية المختص وكل أشركة في هذه المخطط قلت عدة قطاعات منها الإعلام منها قطاع المتعاملية الهواتف قال أيضا سيشركون في أول مرة وأنا أتصور لأنه ربما لم يفصح عن طريقة والإجراءات أتصور عن طريق الرسائل القصيرة سيتم نعم إرسال رسائل قصيرة عبر هذا المتعامل تعله واتف أيضا لإختار المواطنين بحالة حتى يكون رد فعل من المواطنين آني وصارم أيضا إشترك مرافق النقل وهذه أيضا قطاع يشترك لأول مرة قطاعات مرافق النقل المطارات والموانئ ومحطات النقل عن طريق إلساق ملساقات بصور مثلا الأطفال الذين اختفوا أو سرحوا باختفائهم إذن تلاحظين القراءة القانونية أنه الدولة أو الحكومة تدخلت وأرادت إشراك عد الجميع في هذا العمل لأنه كما قلت في عديد من المحطات القضية ليست قضية مصالح الأمن وحدهم ليست قضية مصالح الأمن ثم تام ملاحظة مهمة في هذا ما اليوم المطلوب سيد نجيب بيطام من العدالة الجزائرية بحكم أنها هي المعنية الأولى بهذه الملفات لا يكفي لا يكفي أن نحمل جهة القضاء المسؤولية ليس ما يكفيش أنا نعطيك واحد الملاحظة سيدة المحترمة ما في هذا المخطط كيف يفعل هذا المخطط وهذه الملاحظة لربما واحد ما تناولها كيف يفعل هذا المخطط من يفعله المواطن من يشعر المصالح الأمنية للتحرك إذا ما يشعره المواطن إذا ما يشعره المواطن ثقافة الإبلاغ ربما لا ثقافة الحس المدني علينا أن نحييها عشناها وجربناها في العشرية السوداء لو لا لو لا إشراك المواطنين في عملية مكافحة الإرهاب ما كانت الدولة لتنجح في مكافحة الإرهاب والتجربة الجزائرية في مسائل تفعيل الحس المدني أخذت بها عديد من الدول لا أدل على ذلك هذه الصحوة في العراق مين جابوها؟ جابوها من الجزائر تجربة ناجحة إشراك المواطن في مكافحة ظاهرة معينة سيد بيدام يجب الاعتراف أنه نحن أمام في مواجهة ظاهرة جديدة على مجتمعنا ولا بد من إقحام العنصر أو المواطن والعنصر المدني ربما أنت تحدثت عن نقطة مهمة قلت أنه جاء هذا المخطط استجابة لمطالب الشعب هل تعتقد فعلا أنه جاء استجابة لمطالب الشعب ومع العلم أنه كل المظاهرات التي خرجت في لحظة وفاة الطفلان هل طالبت بالعودة إلى القصص؟ شوفي أختي الكريمة نكون صراحة مع بعض المظاهرات خرجت تطالب بتفعيل آلية الإعدام الإعدام يعني تفعيلها هذه لكن هل يكفي هل يكفي أن نجد دواء للمرض أو للداء دون البحث عن مسببته عن أسبابه ما يكفيش هنا يكون عندنا وباء ويروحوا الأطيبة يحوسوا غير على الدواء وما يبحثوش على الأسباب بتاعه قياسا على ذلك في ظاهرة الاختطاف ما يكفيش نطلبوا بتفعيل عقوبة الإعدام وأنا من أنصار المطالبين بتفعيل آلية الرغم التحفوظات الرغم التحفوظات اللي رهي على عاتق الدولة تحفوظات دولية كبيرة ما هو سهل ما هو سهل بيش تتخلص منها الدولة قلت غروري أنه نبحث في الأسباب إذن هذا المخطط جاء بمثابة بمثابة الإنذار الاستباقي الإنذار الاستباقي أنت تعرف في السابق كان لازم بيش تتحرك المصالح الأمنية حتى نتفوت 24 ساعة عن الإختار بالاختفاء المخطط هذا جاء قلص من المدة هذه ولازم نفرقه بين حالتين حالة الاختفاء وحالة الاختطاف عندما نقول الاختفاء نحن لا نعرف لا نعرف ما صير الضحية هل اختطفاء ولا خرج في نزهاء وما يرجعش حتى للليل أما عندما نتكلم عن الاختطاف فنحن ندرك أنه ثمة بوادر وملابسات تفيد قيام جرم الاختطاف هنا حسب المخطط المصالح الأمنية والقطاعات هذه وكل ما تنتظر حتى نتفو 48 ساعة إذا أدركنا أن عملية الاختطاف تمت في ساعة المصالح تتدخل في آنه هذا اللي يقول يبدأ أن هذه الملاحظة المهمة على هذا المخطط الجديد أعود إلى سيدة كركوش ربما سيدة كركوش هل تعتقدين أن الوزير الأول بإقرار لهذا المخطط يقطع طريق أمام الأحزاب المطالبة بإعادة تطبيق حكم الأعدام شوفي العمل السياسي يبقى يعني نضال ويبقى أفكار وقانعات لكل حزب سياسي له برنامج ولقانعات لكن رئيس الحكومة هي يعني يتحدث باسم رجل الدولة والدولة الجزائرية عودتنا أنها دائما متضامنة مع شعبها هو استجاب لمطلب الشعبي منذ هذه السنوات الأخيرة ربع سنوات والاستاذنا ونعاني من هذه الظواهر يعني راهي ما شول إذن أنا نقول لك كذلك لما رئيس الحكومة يعني سند هذه العملية إلى وكيل الجمهورية فلتطبيق تكون صرامة في تطبيق هذه التعليم وفي تطبيق الإجراءات فأولا هو كحكومة هي هيئة تنفيذية تعمل الآن من أجل تلبيت المطالب الشعبية من أجل التضامن مع شعبها من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية اللي يتكز أولا على الأمن والاستقرار على التضامن مع الشعب الجزائري على الترقية الاجتماعية تبقى للأحزاب الأحزاب لها برامجها ولها رؤيتها في ذلك وهذا هو النضال للحزب سيدك الكوش ربما رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق سنطيني كان سابقا ينادي ويطالب بإعادة تطبيق حكم الإعدام واليوم هو يثمن هذا المخطط للوزير الأول لم يكن ربما من المستحسن أن تقوم هذه مختلف أطياف الناشطة في المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية بمجهودات أكبر لتحقيق رغبة الشارع نعم نحن نتمنى ذلك لأن فيها أغلبية مطلقة تطالب بإعادة تطبيق الإعلام الإعدام فهذا مطلب شعبي كذلك فقط حبيت نعاقب على الأستاذ الذي قال فيه تحفظات صحيح الدولة الجزائرية صادقت على معظم المعاهدات الدولية وتحفظت لأن تحفظت لأن ما كانتش هذه الظاهرة لم تتفشى بعد في مجتمعنا يعني هذه ظاهرة غريبة في أمريكا لحد الآن تطبق الإعدام رغم أن أمريكا من الأوائل التي صادقوا على المعاهدة لكن في أمريكا أنتم تعرفوا بالمنظمات الدولية هي التي تقلب الكفة إذن المنظمات الدولية طالبت باللغاء الإعدام لأن صرات حادثة في أمريكا أن طبق الإعدام في حق يعني إنسان بين بعد خمس سنوات أنه بريء ولذا يعني فإحنا نتمنى أن يكون الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أن تكثف الجهود لتطبيق الإعدام لأننا في الدستور الجزائري الدين هو الإسلام هو دين الدولة إذن هذا شيء ليس غريب على المجتمع الجزائري بما أننا كل قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية ولما لا تطبق حتى يوضع حد لهذه الظاهرة ولو لفترة معينة لمحاربة هذه الظاهرة لأصبحت تنحر المجتمع الجزائري وأصبح أطفالنا غير مؤمنين وأصبح حتى الحق في الأمن للأطفال عادوا يخافوا خاصة أنا أؤكد على المداشر والقرى فوجب أن تكون أمن يكون حراسة مشددة لحماية الأطفال سيد نجيب في تقديرك هل هذا المخطط سيساهم في الحد من ظاهرة اختطاف الأطفال نتوخ بإذن الله أنا أحب أن أضيف مراحة على بعض الجهات بلا ما نسميها حتى بعض الأحزاب عليها أن تتخلى أو تتخلص من عقدة الدولة فوبيا الدولة فوبيا يعني بعض الجهات وبعض الأحزاب لا تتقبل بطبيعتها كل ما يأتي من الدولة أو من السلطة حتى وإن كان فيه خير طيب هذه السلطة هذه الدولة تصيب وتخطئ يا سيد نثمن عندما تحسن علش هذا المخطط الثاني بدون ويقولون ما هو شمليح يعطينا البديل إذن على هذه الجهات أنت تخلص من ثقافة الدولة فوبيا الدولة فوبيا نقول للمحسن أحسنت وللموسي أسعته أخطعت لكن إذا كانت هناك نقائص في هذا المخطط لابد من تداركها بالتأكيد هذا يأتي بعد تنفيذ هذا المخطط في الواقع نحن كل قانون يخرج جديد كل إجراء يخرج جديدة ما نعرفوش الإيجابيات والسلبيات التي تتاحها إلا بعد ما تأخذ وقت في الواقع أنا حبيت أن أكد على ملاحظة وحدة أخرى ما يمكنش لهذا المخطط ينجح إذا ما يدخلش فيه المواطن إذا كان المواطن يمشي بثقافة وسياسة تختيرها سيبرك كيف نحبوه هذا المخطط ينجح ما ينجحش هذا المخطط هذه وحدة ثنين نحن الآن نعاني في المجتمع الجزائري مزوج ظواهر تشغل بالمجتمع الجزائري ظاهرة تختلطها في الأطفال وظاهرة تحوذ في المرور ظاهرة تحوذ في المرور نعطيك مثال بسيط لما أنت مواطنة تسير بسيارتك في الطريق السيار وتشاهدي شاحنة واللحافلة بسرعة جنونية وعندك عدة علامات في الطريق تعرق من الأخضر تعالدرك وما تحمليش لها تفتعك وطعيطي للدرك بش يخرجوا في الطريق يحبسوا هذه الشاحنة قبل ما ترتاك ما جازر كيف تحبين تخلصوا من هذا نقلصوا من هذا الظاهر إذن الآن الكرة في مرمانا نحن يعني في مرمى المواطن ما هيش في مرمى السلطة السلطة استجابت لنذاءاتها بقيت مسألة تفعيل آلية الإعدام أنا معا تفعيل عقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام وحجة وحجة الخطأ القضائي حجة باطلة يرادوا بها حق إيش حال ما غلطوا في الأحكام القضائية نسبة الخطأ راهي 0.09% 0.01% لماذا؟ لأنه فيه ضمانات تعتقون الإنسان هذا قبل ما يعدم راهي يفوت على ثلاث والله ربعة مو حاكمت باش يعود الحكم نهائي يتنفذ عليه إذن من يتحجزون لا من يتحجزون يقول لك حدثت مرة في أمريكا تم إعدام شخصهم بعد ظهر بارئ هذه نسبتها 0.001% إذن هنا إذن أبدأ في التفكير فعليا مقبل الحكومة لإعادة تفعيد حكم الإعدام إذن أشكرك جزيلا شكر سيد نجيب بيطام على حضورك معنا وكما أشكر السيدة ساميرا كركوش نائبة عن حزب الأفلان شكرا جزيلا لك بحضورك اشتركوا في القناة